أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن مملكة البحرين ترحب بكافة الاستثمارات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة هذه التسهيلات تأتي بناء على الرؤى والاستراتيجيات الهدفة التي جاءت معززة لموقع البحرين الاستثماري كما أن هذه المشروعات تتواكب مع الاستراتيجية التي تم تتشينها مؤخرا والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة صادرات القطاع الصناعي وتوفير فرص عمل وعدة للمواطنين في القطاع الصناعي والتي ترتكز على دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة جاء ذلك خلال حفل افتتاح مصنع أسكن كنترول التابع لمجموعة أماد برعاية وزير الصناع والتجارة والسياحة وبحضور سفي جمهورية الهند المعتمد لدى مملكة البحرين سعادة السفير بيوش ساري باستابا والمدير العام لمجموعة شركات أماد السيد بامبا باسان ناير وعضاء مجلس إدارة المصنع وعدد من كبار المسؤولين حيث أثنى سعادته على المستوى المتميز للمصنع المدعم بالأجهزة الحديثة والمتطورة والحلول المبتكرة في إنتاج المحركات الكهربائية والمولدات وأجهزة إمدادات الطاقة والتي تعمل في مملكة البحرين منذ 15 عاما كما أشاد سعادته بعمق العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند وعمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين واكدا المستوى المتطور الذي قامت به شركة أسكن على المدى الطويل في دعم عملائها في البحرين ودول المنطقة بشكل عام مضيفا أن مثل هذه الاستثمارات العملاقة تعزز بشكل كبير سمعة مملكة البحرين العالمية في مجال التصنيع بالإضافة إلى دور الشركة في خلق فرص عمل جديدة ذات مهارة عالية مشيرا سعدت الوزير إلى أن مثل هذه الاستثمارات تؤكد نجاح جهود مملكة البحرين في تهيئة البيئة الاستثمارية الصحيحة الجاذبة مما يعزز موقعها الاستثماري على مستوى الشرق الأوسط بمساحة 7150 مترا مربعا افتتح مصنع أسكن كنترول للعمل في مملكة البحرين وتصنيع المحركات الكهربائية والمولدات والمحولات وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها والمقاولات الكهربائية تحت رمز الصناعة البحرينية ليكون واحدا من أهم الشركات التي كسبت ثقة عملائها في مجال تصنيع أجهزة التحكم الكهربائية سعيدين بتواجدنا اليوم في افتتاح مصنع أسكن كنترول كواحد من المصانع التي تشتغل في مجال الهندسة الإلكترونية والكهربائية وطبعا هذه الاستثمار مثل ما تفضلتين يدل على البيئة الصلبة التي توفرها مملكة البحرين للاستثمارات يعني لإيماننا بالدور الكبير التي تلعبها هذه النوع من الاستثمارات في خلق فرص العمل الوعد المواطني وهو طبعا ما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة التي تم الإعلان عنها أواخر العام الماضي المصنع اليوم مقام على مساحة أرض الصناعية في منطقة المزرع تقدر بحوالي 7000 متر مربع بإجمالي استثمار يبلغ قرابة المليونين دينار بحريني وقادر إن شاء الله إلى أن يخلق أكثر من 75 فرصة وظيفية للمواطنين البحرينيين بإذن الله فانتطلع عندنا نقطة ثمار تعاوننا في مشاريع قادمة إن شاء الله في المستقبل هذا المصنع يلب احتياجة صناعة توزيع الكهرباء وتوفير حلول معيارية لتوزيع الطاقة وحماية إمدادات الطاقة وسيقوم بتصنيع كمية تقريبية تتراوح من 72 ألفا إلى 150 ألف لوحة ذات جهد منخفض خلال العام وسيستهدف الإنتاج سوق مملكة البحرين والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية افتتاح المصنع مثال آخر على علاقاتنا وتعاوننا الدائم مع مملكة البحرين في المجال الاقتصادي ولطالما كانت المملكة مفضلة للمستثمرين الأجانب مملكة البحرين مكان مثالي في الشرق الأوسط لبدل الاستثمارات الصناعية فهي مركز جاذب لرؤوس الأموال استثمارات عالمية بمختلف أنواعها تجذبها مملكة البحرين بفضل الخطط والبرامج الحكومية الرائدة التي توليها الحكومة جل اهتمامها لتكون وجهة رائدة للأعمال وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثقة كبيرة بالاقتصاد البحريني أكد احتضان المملكة للعديد من المنشآت الصناعية والتجارية على أرضها انعكاسا لما توليه من دعم واهتمام دائم لخلق قاعدة صلبة للاستثمارات المتنوعة في المملكة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين